جوجل دي الإحصائيات عملوا إحصائيات على عدد العينين اللي بيخشوا لقوا من التلتة للتلتين بيطلع جوجل بيشخصهم سرطان ده زي من الحب ما قتل من العلم ما قتل فهم لما يحسوا بقى أن عندهم سرطان يبدأوا يعيشوا فقالة أكتر فالأعراض اللي كانت عندهم تسوق أكتر فبدل ما يخف ولا يتحسن ولا يتطمن لقى يبقى قالو أكتر من الأول طب يعني هي إزاي شخصت نفسها أنها عندها سكيتسوفين ما هي بقى دي الغلطة بناءً على إيه بقى؟ بناءً على إيه بقى؟ نقولنا على كل الحاجات الموجود أنتو حاعدت تسارش على أعراض فهي شافت أنه إحساسها أن الآخرين متضايقين منها هو ده ضلالات أنا لسه ما كملتش بقية الأعراض أيوه من عشان كده بقى بقول لك بقى ليه؟ بناءً على إيه اللي موجود كمان في القصة؟ خليني أكمل بقية الأعراض الفصلية فالهلاوس زي ما قلنا ممكن تكون هلاوس سمعية أو بصرية أو حسية الأشي عندنا هو الهلاوس السمعية يعني أنه تزوقية دي؟ تزوقية يعني حس أنه فيه طعم في بقه هو كأنه بيدوق حاجة وما فيش حاجة محطوطة في بقه من هلاوس كلمة هلاوس تعني إدراك بدون مثير يعني إيه إدراك بدون مثير؟ يعني ما فيش صوت بس هو سمع صوت تمام؟ ودي تفرق عن حاجة اسمها خطأ التأويل أو بنسميها الإليوجن اللي هو الفهم الخاطئ للمسير هم فيه فعلاً حاجة بس هم شافوها حاجة تانية ده اسمه خطأ تأويل ده اسمه إيه؟ إليوجن عشان كده الصحرة بره بيسموهم إليوجنست وفي فيلم أجنبي مشهور بيعمل لك خداع بصر يعني آه اسمه إليوجنست اللي هو صانع الوهم هو بيعمل وهم ففيه حاجة فعلاً إحنا شايفينها بس بمفسرها إيه؟ حاجة تانية ده الإليوجن لكن الهلاوس اللي هي الهلاوس نيشنز ما فيش أصلاً مسير وهو بيدوق حاجة مش موجودة بيشم ريحة محدش أمامها غيره بيشوف أشكال هو الوحيد اللي شايفها مش موجودة أو بيسمع أصوات هو الوحيد السمحها مش موجودة غالباً في الطب النفسي الأصوات هي أشي حاجة بعديها الأشكال الأصوات بقى زي إيه؟ إنه يقول كده لازم نسأله ونتأكد إنه ده من ودانه مش من دماغه عشان نفرق ما بين الهلاوس و الهلاوس الحاجة التانية أيها الهلاوس لها دواء والوساوس لها دواء اه طبعاً الوساوس حاجة والهلاوس حاجة الوساوس ده اتراب في التفكير لكن الهلاوس ده اتراب في الإدراك دي حاجة ودي حاجة تانية خالص ماش فهيبدأ بقى نسأله هو صوت راجل و صوت ست طب هو بيقول إيه؟ إيه دعني الفرق الهلاوس ممكن تبقى صوت راجل بيسمع راجل بيكلمه وممكن يسمع ست بتكلمه الفرق فرق كبير جداً في الأشر أنا في حد بيكلمني أيوة بس لو هو صوت راجل فهنا الهلاوس بتقودني في اتجاه تاني في اتجاه معين يعني من الأمراض ولو صوت ست ده بيقودني من حاجة تانية وأنا مش باسأل هنا عشان أحدد الفرق أنا باسأل هنا عشان أتأكد أن الصوت محدد هو سامع صوت محدد لو قال لي مثلا عارف ييفرق ما بينهم أرضك الصوت واضح عشان أتأكد أن دي هلاوس حقيقية مش هلاوس كاذبة فهو الصوت واضح لدرجة أنه قادر يميزك صوت راجل ولا صوت ست ايه العلم ده دكتور حمول ده أو يقول لي الصوت ايه يقول لي ايه ده 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 احنا وصلنا لده نحن داخلين بتبتشخصي نفسك ايه كامل يا دكتور أو يقول لي الصوت ده شبه صوتي الصوت ده لما يقول لي ده شبه صوتي صوت راجل غالبا دي هواوس فهرجع أتأكد أنه ده الصوت من دماغه ولا من ودانه فهلاقيه غالبا من دماغه طالما هو بيقول لي شبه صوتي تمام طب لو واحدة ست هو بقى بيسمع أصوات خنيني أكمل بس الحكاية هو بيسمع أصوات أصوات رجالة لو أصوات ستات أصوات رجالة بتقول ايه بتشتمني تمام هي الأصوات المفروض تبقى بتعمل حاجة من ثلاثة ايه بتشتم يبتؤمر يبتعلق على التصرفات ده ايه ده برة الثلاثة دول ما تعتبرش هلاوس أصل تمام وما يقدرش يستدعيها لو قلت له تقدر تسمع الصوت دلوقتي فقال لي اه أنا سمع الصوت بيقول ايه فيقول لي اي حاجة كده يبقى دي هلاوس كذبة أو هو بيستهبل لأنه ما يقدرش يستدعي الصوت انت جاء تهزر معنا هنا طول ما ما قاعد قدامه الصوت ما يجيلوش المفروض شو معنا هو كده الهلاوس ما بتجيش إلا لو هو قعد لوحده فعشان كده هو بيتجنب ده لدرجة انه الأهل يشوفوا السلوك الهلوسي ويسألوه انت بتكلم مين يشوفوه قاعد في القضاء بيكلم نفسه فيقول انت بتكلم مين ده ما ممكن مش حد هو بينكر السلوك الهلوسي الموجود عشان هو مش هيقولهم ان فيه صوت بيسمعه وبيكلمه أنا عندي سؤال مهم جدا بعد كل انت قولته ده مع ان فيه أطفال ده لسه دي تاني حاجة ده لسه فيه حاجات تاني لا استني لازم اوقفك بس في الحتة دي بليز يا دكتور بجد لانه فيه أطفال بتقعد تكلم نفسه ويبتلعب بيلك ده بينمي الإدراك وبيخليه بقى سكت أنا بخاف لا ده حاجة تانية ده اسمه ده عادي ده اسمه ده عادي ده جزء من نمو والتفكير عند الطفل بيقولي بلعب مع صديق خير خبي ما بيظهرش غير لما انت تمشي هو هو اللعب التخيلي فهو بيتخيل لان ده شخصية بيتخيل ان ده الدبدوب ده صاحبه ويقعد يتكلم مع الدبدوب ده المجنر بلاي ده عادي هو متأكد ان الدبدوب ما بيتكلمش هو بيلعب فهم الفرق يا لما أم تقولها كده تقولها ده عادي ده طفل بدا بينامي الإدراك ده المجنر بلاي اللي هو اللعب التخيلي فيه فرق كبير ما بين المجنر بلاي ما بين الهلاوس التاني أصلا هو مش بيقول ان هو بيسمع صوت ده هو مع نفسه بيتكلم وإحنا بنلاحظه وممكن لو سألنا في الأول قبل ما يعرف ان لو قال كده هيبقى مجنون وهنقول عليه مجنون تعالى للدكتور هيقول ايه اه فيه صوت بيكلمني انا سمع صوت لدرجة انه كتير من هم بيفسروها ان هم بيسمعوا جن فيقولك ده الجن بيكلمني ده انا ركبني جن ده انا مش عارف ايه استنى يا اخوة اما رقيك عشان انت محسود يا اما بعد اجيب الشيخ مش عارف مين هيجي هيطلع اللي عليه ده الحكاية اللي لها خلى النواق العصبية في المخ بيخلي يسمع أصوات الاصوات عبارة عن ايه انا بس مع الصوت العصب بينقل الصوت اللي انا سمعته عن طريق نواقل عصبية لحد ما يوصل لمركز ادراك الاصوات فقدرك الصوت وابده افسره وكل ده احنا لسه في السكتوف فالنواقل العصبية حالف لو شخصت نفسك تاني ده كل ده في التاني ده كل ده في الهلاية انا مش مصدق كملي يا داكتور ده كده وشخصت نفسك فالنواقل العصبي ده لو بقى بيطلع لوحده من غير ما تحصل الاستصارة للعصب بتاع السمع الشخص هيفسر كلام وهيبقى يعني سامع كلام بس ما فيش حاجة قالت من غير استصارة ما حصلت للعصب العصب استصار من غير صوت فانطقى للنقر للعصب فبدأ اسمع كلام ده التاني اللي هي لأيه الها لاوس التالتة انه يبقى فيه سلوك غير محكم او غير منتظم او يبقى فيه كلام غير منتظم يعني كلام غير منتظم يعني يبدأ يقول تخريف بقى. يقول كلام من الشرق ومن الغرب وكلام ملوش معنى ومش مرتبط ببعضه تمام؟ ويقعد يقولك أصلا سكان الفضاء بيرأبوني. سكان الفضاء نزلوا زرعوا شريحة في دماغي وعملوا مش عارف ايه. بيقولوا كده والله بيقولوا كده. طب انت لما بيقولك انت بتعمل ايه؟ ولا حاجة بكتب داوة على طبيع. سوفاش تتحك سألنا ده ممكن يخليه انتكس اكثر. اه لا وهو هو بتكلم ده هو سيريس هو سامع الاصوات ومقتنع بالافكار وكل حاجة. طب لما حال بيتحك قدامه بيكون عنيف ممكن يدربه؟ انا عارف ان انت فعلا سامع ده وانا مؤدر ده جدا بس انا بحاول اساعدك انه الصوت انت بسمعه ده ضغط عليك نفسيا. طب ممكن يبقى عنيف يدربنا لو احنا اتحكنا؟ ممكن طبعا. لا ممكن يبقى عنيف لو اه لو على فكرة الصوت ممكن يؤمره انه يبقى عنيف يعني الصوت ممكن يقوله اضرب فلان اقتل فلان فناس كتيرة من مرضى الفصام اللي بيقتله بيبقى ده نبع من order مش احنا قلنا الصوت يكون بيشتم. اه يكون بيوت يبقى على التصرفات. يبقى على فهو ممكن يؤمره انه يقتل حد فيقتل حد. لا يا دكتور حمودة دي كارس او يؤمره انه ينتحر بقى اغلب المرضى الفصام اللي بيقتله بيبقى الصوت بيأمرهم او ان الضلالات تمكنت منه فهو بقى عنده اقتراعا ان امه بتأذيه. وبتحط له سم في الاكل فيقوم قاتل امه. بتهيالي القاتل بتهيالي القاتل ده اخر مرحلة يعني ده اخر مرحلة بيوصل لها ده لما يكون احنا اجهلنا هذا المرضى. ما هو ده ما احنا بنتجهله تعال بقى بما اننا احنا في مصر حد اتخلصت الخمسة الاول. اه لا لسه. افضلك واحد. احنا كده اه احنا في الرابع انا لا انا بركزها معاك اول مرة لا الاعراض السالبة الاعراض السالبة دي بنسميها او الخمسة اللي بيبدأوا بحرف الايه. واحد يعني فقر الكلام. كلامه لاي القوي. يبقى كان رغاي قبل ما يصب بالمرض. وبعد ما يصب بالمرض بقى الكلام رغاي بقى لاي القوي بقى بتسحيل منه الكلام. اتنين السوشيابالتي. يعني مفيش تفاعل اجتماعي وبقى منعزل اجتماعيا. تلاتة افوليشن. مفيش اراضة ما عندوش اراضة ان يقوم يخسل وشه ويستحمى. فتلاقيه بقى مهمل في ما ضفته ومهمل في كل حالة. تلاتة تيجي تيجي. وقع وبيسقط في الكلية ومش بمتفاعل مع حد. اربعة افكتف لاتنس. يعني ملامح وشه بقيت مسطحة. ولا بيبان عليه فرح ولا بيبان عليه حزن ولا بيبان عليه حاجة. تمام. من رقم خمسة بقى الفايف ايز. اه خمسة. لا ده نمركزها معايا. لا ده نمركزها معك. شبهالك دي. ان شاء الله. انا دنيا. اللي هو فقد الاستمتاع بالاشياء. تمام. اللي هو يفقد الاستمتاع بالاشياء. فقد الشغف. خلاص بقى. حتى الشغف فقد. فقد الاستمتاع بقى اي حاجة. فهو الحاجات حتى اللي كانت بتصير وبيحبها زمان. طب لو في بقى. سألك سؤالك سؤال. لو في واحدة من الخمسة ايز دول. ده ما يصنفش مريض السكاتوفرين. لا احنا اتنين. لازم يبقى فيه اتنين من. طب احنا كلنا عندنا اتنين من دول. اتنين من الخمسة. اه. مش بالخمسة ايز. اتنين من الخمسة ككل. اه لا اقول اتنين من الخمسة ايز دول. اه لا اتنين من الخمسة ككل. اه. اللي هو الضلالات. الهلاوس. الديس ارجوناس 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 الديس ارج أمر الأعراض ستة شهور لكي نقول أنه ده في صوام هل إحنا في مصر باللي أنت بتشوفه وباللي أنا بشوفه والناس اللي بنقود معاها أو الواقع المجتمعي أنه أنا أقول أنه عندنا ملبوس وأنه أدير شيخ ونقول أنه عادي جدا أنه يكون مس يعني أو لبس أحسن من أنه نقول أنه مريض نفسي لأنه مريض النفسي ده بواصمة عارو وممكن يروح للأجيال اللي بعدها يمكن أن يقول أنه إحنا في بيتنا وده مجنون ده مش مريض نفسي السيكاتريكيستيجما اللي هي وصمة المرض النفسي موجودة في كل حتة في العالم من أول أمريكا لحد كوالا لنبور في كل حتة في العالم مش مصر بس وده معكوس ثقافي إنساني يعني إيه معكوس ثقافي إنساني أنه إحنا لازم يبقى في حاجة هي السبب في المرض مش إحنا السبب في المرض شيخ اللي يجي يقولك أنا هاخد جنيه فيها رياء أنه يستخدم هيبه ربنا ادهله فده ليس شيخ ده دجال ما هو أي حد بيستخدم القصة دي فهو دجال ونصاب وده مرض نفسي طبعا ومشايخ اللي فاهمين عارفين إن ده أمراض نفسية لكن اللي أنا عايز أقوله إنه ده موروس إنساني موجود من أيام الفراعنة يعني إيه؟ يعني الفراعنة كانوا بيفسروا الأمراض على إنها غضب من الآلهة تمام؟ فهو كده بالزبط فإحنا نفسرها فلن يسامحك الرب أو الاله إذن عليك لعنة الاله أو حسد أو أي حاجة ممكنة لكن ما يبقاش السبب الشخص نفسه دايما السبب من بره تمام؟ وبالذات بقى إنه الأمراض النفسية معروف إنه ليها عمل وراسي فلما نقول إن اللي بيت عندها مرض نفسي ده معناه إنها مش هتتجوز لأنه ده معناه إنها هتخلف عيال عندهم المرض النفسي لأ يا أخوي وحتى لو اتجوزت لو أختها أو أخوها أو كده ممكن يجي في الويد ترجمة نانسي قنقر